مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الثانية متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونة السابع الدرس الأول أنوان الدرس مشاكل عالمية قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب يجيب الفيسبوك للصفة طاعسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثانية متوسط نبدأ بالدرس بالفقرة الأولى يقول لي read the newspaper headlines يقول لي اقرأ عنوين الجريدة from around the world من حول العالم and match them to the photographs ثم طابقها أو وصلها بالصور الفوتغرافية هنا منطين مجموعة من العناوين اللي موجودة بالصحف العالمية فتشوفون هنا مسويها مثل القزقوسة يعني هذا العنوان اللي موجود بالبرازيل أو موجود به جريدة بالبرازيل مااخذ فقط العنوان وكذلك العنوان الثاني مهمين مااخذ فقط العنوان وباليابان إلى آخره إذن هو مقصقص العناوين مع الجرائد أو المجلات اللي موجودة حول العالم ويقول لي كل وحدة تدلي على فتصورة من الصور اللي أنا منطيك إياهن حاول توصل حسب المعنى الذن العناوين بالصور المناسبة لها فمثلا نمبر وان الكثير والكثير من الغابات المطيرة أو الغابات الاستوائية تم تدميرها هنا من خلال هذا الكلام يا صورة من الصور الذن اللي منطيناها مناسبة لهذا الكلام أكيد الصورة رقم أو الصورة اللي بتحمل الحرف D هذه اللاحظة أنه غابة مطيرة وبلشوا يجرفوها أو يدمروها من أجل السكن أو ما إلى ذلك إذن أوصل رقم واحد بالصورة D نمبر 2 ثانيا 16 فيل وجدوا مقتولين في كينيا يا صورة من الصور المناسبة هذه صورة الفيلة فاكتب لها B نمبر 3 ثالثا الخبر باليابان Air pollution A danger and old Dr. Warns Air pollution هنا هاي الكلمة الجدد المهمة حاولوا تحفظوها pollution معناها تلوث Air pollution التلوث الهوائي A danger to young and old هو خطر على الـ young الناس الشباب and old والناس الكبار بالسن Dr. Warns والأطباء يحذرون من هذا الشيء يا صورة مناسبة هي هذا التلوث الهواء بكثير من الدخان فاوصلها بالـ E اللي بعدها letter drones town letter هي النفايات تغرق المدينة النفايات تغرق المدينة يا صورة من الصور الموجودة تحمل هذا الكلام أكيد الصورة A هذه صورة النفايات في كل مكان في المدينة population reaches 100 million التداد السكاني يصل إلى 100 مليون يا صورة مناسبة الصورة F اللاحظة أن هذه الصورة بها كثير من الناس فاوصلها بالصورة F اللي بعدها waste from factory pollutes town's water supply waste هي المهملات from the factory من المصانع pollutes شنوه تلوث town's water supply تلوث تزويد أو محطات تزويد المياه يا صورة الصورة C مثل ما طلب من عندي وصلت العناوين بالصور المناسبة لها مبدئيا هنا هو دي ينطيني مقدمة للدرس دي يقول لي يا بأ أنا ترى منطيك عنوين إذا تلاحظون أنه كل هذه العناوين كل هذه العناوين ما بيها الجمل ما بيها فعل مساعد ما بيها حرف جار ما بيها the a an إلى آخر تحسون أن الجمل ناقصة هنا رح ناخذ مجموعة من الملاحظات هو رح ينطيني مجموعة من الملاحظات عن الheadlines الheadlines اللي هنه العناوين يقول لك هذه العناوين الخاصة بالجرائد أو المجلات عادة ما تكون جمل غير مكتملة not completed معناها غير مكتملة which words are missing يا هاي الكلمات اللي ناقصة أنا قلتيكم أن أغلب الكلمات اللي ناقصة مثلا حروف الأفعال مساعدة حروف الجار الارتكلز نسميها التنكير والتعريف إلى آخره زيانا الآن عرف نشل الحروف الناقصة شن مطلوب من عندي بهذا الفقرة أو العناوين ملاحظة عند تحويل الجملة العادية إلى عنوان لصحيفة لما أريد أحول أي جملة عادية إلى جملة عنوان لصحيفة نتبع الخطوات التالية هذه الخطوات مهمة حاول تسجلوها بالدفتر وتحفظوها ورح نأخذ مجموعة من الأمثلة شوان تجينا برمتحان وشلان نقدر نجاوب عنها أولا لازم نحذف الأفعال المساعدة أنا من أن أردت سوي عنوان لجريدة أو مجلة فقط عنوان مو شرح تفصيلي العنوان ما جريدة أو المجلة عادة ما يكون بدون أفعال مساعدة لذلك إذا أم طاني جملة عادية وقال لي حولها إلى جملة هيدلاين هيدلاين ما نأهى عنوان لجريدة أو المجلة فلازم تحذف الأفعال المساعدة نحن نروح لأفعال المساعدة مثلا is, are, am, was, where, do, does إلى آخره ثانيا تحذف بعض العبارات مثل number of إذا لقيت مثلا عبارة number of many, much, few إلى آخره هذن العبارات يجب أن تحذف كذلك نحذف أدوات التنكير والتعريف قدنا ثلاث أدوات التنكير وتعريف ال-a وال-an بدنا نسميها أدوات تنكير وال-the نسميها أل التعريف وما إلى ذلك نحذف حروف الجر التي تأتي مع الأفعال المركبة سالشين حروف الجر مثلا up, down, in, on إلى آخره هذن نسميه حروف جر الآن أستاذ شون تجينا بالامتحان وش لون نقدر نجاوب عنها طبعا يجني كما في تمرين رقم واحد هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري طبعا سجل الملاحظات وحفظوهن وحاولوا تطبقوهن على هذا التمرين شوش يقول لي يقول لي write the sentences اكتب الجملة التالية again مرة أخرى as a newspaper headline وكأنه عنوان لجريدة أو مجلة أستونا أخذنا الملاحظات شلون أحول الجملة العادية إلى جملة headline headline معناها عنوان أو جملة عنوان لجريدة أو مجلة شن الخطوات احنا اتفقنا إنه إذا لقينا فعل مساعد نحثه هذا الإز يعتبر فعل مساعد هذا يجب أن يحذف إذا لقينا حرف جر يجب أن يحذف هذا الأب حرف جر يحذف بعد أدوات التنكير والتعريف يجب أن تحذف هذا the اللي التعريف تحذف عندي بعض شي ثاني نحذفه مثلا لقينا some number of إلى آخر إذن الكلمات اللي قلنا نتفقد نحذفهم أو اتفق من نحذفهم أكيد لا ما لقينا أجي أن أزل الجملة الباقية فأقول moving desert swallowing Iraq صارت الجملة صارت معنى الجملة نجيهن طبعا هي نفس المعنى the moving desert is swallowing up Iraq الصحار المتحركة تبتلع العراق moving desert الصحار المتحركة swallowing Iraq تبتلع العراق هذه الجملة الجديدة اللي صارت عدي هذه الجملة اللي اجسمناها جملة الheadline هي جملة بنفس معنى الجملة القديمة لكن ترهم كعنوان لجريدة أو مجلة العنوان الجريدة أو المجلة ما بيلافع المساعد لا التعريف لا حرف جار لا أي شيء ظني كلمات يجب أن تحذف عند حل الجملة العادية أو تحويل الجملة العادية إلى جملة جريدة أو مجلة أو عنوان جريدة أو مجلة نقطة ثانية حاول تختبر نفسك أولا شن اللي أحذف أولا أحذف الأي قلنا هاي الأي اللي هي عادات التنكير تنحذف أولا أولا وهكذا إلى الأخير أدي بعض شيء ثاني لا الباقية نزلة أقول لها أولا أولا إراك's ستريت الفريق الأخضر ينظف شوارع العراق أصبحت الجملة مناسبة كعنوان لجريدة أو مجلة نقطة ثالثة عدد الفهود البرية في انخفاض حدق أجي شن اللي المفروض نحذفه الز اللي تعريد تنحذف نمبر أوف كذلك تنحذف قلنا إذا لقيتنا نمبر أوف تنحذف is حرف جر ينحذف ال-n استاذ أحذفه هذا هذا حرف جر لازم أحذفه لا هنانا صحيح ال-n حرف جر لكن ما ينحذف إذا رجعتوا على الملاحظات أنا شكايل لكم بالملاحظات قايل نحذف حروف الجر نحذف حروف الجر التي تأتي مع الأفعال المركبة يعني شن تأتي مع الأفعال المركبة يعني لاحظوا هنا swallowing up هذا حرف الجر إجيب بعد الفعل هذا نسميه فعل مركب cleaning up هذا حرف الجر جمع الفعل فأصبحت فعل مركب أما هنا leopards هذا اسم فهنا ال in مجاية وية فعل على مجاية فعل مركب لذلك هذا ما ينحذف نحذف فقط حرف الجر التي تأتي بعدها الأفعال sharp decline ما أعدي شيء بعد ثانية حذفة فأنا نزل الجملة كالتالي wild leopards in sharp sharp decline الفهود البرية بانخفاض water pollution is a huge danger to the local pollution and wildlife أجي أولا هذا إعزفة المساعدة حذفة هذا أداة تنكير الأي أحذفها huge danger to the local the التعريف تحذف and wildlife ما عندي شيء بعد ثانية من الممكنة حذفة فأنا نزل water water pollution huge danger to local population and wild life what صارت الجملة تلوث الماء هو خطر خطر كبير أو خطر ضخم للتعداد السكان المحلي أو للناس المحليين والحياة البرية هذا ما يخص تمرين رقم واحد مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا تحفظون ذني الكلمات أو ذني الجمل طبعا هو شون يجينا بالامتحان يجيب لي أحد هذي الجمل ويقول لي نيوز بايبر هاد لاين سوي لي هاي الجملة على شكل نيوز بايبر هادلاين شين نيوز بايبر هادلاين معناها عنوان لجريدة أو مجلة عرفنا الملاحظات حفظناهن كتبناهن عرفنا شون نحل ضن الجمل اللي شون تجينا بالامتحان شون نقدر نجاوب عنها الآن ننتقل للعاتمرين رقم اثنين read the newspaper report and tick the best هادلاين اقرأ التقارير وضع صح على أفضل عنوان يقول لك أنا منطيك مقال كامل عن موضوع معين ومنطيك ثلاث عناوين شوف يا عنوان من ذلك الثلاث عناوين مناسب لهذا الكلام أجي أقرأ النص ونوضح مفرداتها وراها نحل هذا السؤال والأسئلة المتعلقة بي For the past three months للثلاث أشهر ماضية hundreds of people have worked in their spare time مئات الناس عملوا في وقت فراغهم أو كانوا يعملون في وقت فراغهم cleaning up litter بتنظيف المهملات everything was carefully planned كل الشي خططة بشكل حذر أو بحذر so people knew what they had to do لذلك الناس الذين ينظفوا الشوارع كانوا أو كانوا يعلمون ماذا يجب عليهم فعلا The planning was great said university students أحمد أيوب قال أحمد أيوب اللي هو طالب جامعي The planning was great التخطيط كان عظيما I meant there weren't too many people in one place and too few people in another وأعني بذلك أنه لم يكن هناك الكثير من الناس في مكان والقليل من الناس في مكان آخر يعني التخطيط مالتكم عاشتتتكم التخطيطكم جيد أكو الناس موزعين كل واحد حسب العمل مالتا وما كنت كان هناك أكو مثلا مكان بيهواي ناس ومكان بيه ناس قليلة لا التوزيع مالتكم جيد We went to the different street in the town ذهبنا في مختلف الشوارع في المدينة in groups على شكل مجاميع and we also cleaned up a park وكذلك قمنا بتنظيف المتنزه I found it hard to believe how much letter we found there لم أصدق كم من المهملات وجدناها هناك هناك وين يقصد بالpark Schools also took part in the clean up كذلك المدارس شاركت هنانا took part معناها شاركة شاركت كذلك المدارس في التنظيف في عملية التنظيف schoolgirl جميلة قالت فتاة المدرسة أو الفتاة المدرسية اللي اسمها جميلة We were sent to the picnic places outside the city تم إرسالنا إلى الأماكن السياحية أو المماكن المتعلقة بالنزهات outside the city خارج المدينة They are lovely places إنها أماكن lovely جميلة لطيفة Of course children can play and run about safely while the adults sit and talk بالطبع الأطفال can play يمكنهم أن يلعبوا and run about safely ويركضون بأمان while the adults sit and talk بينما يجلس البالغين الناس الكبار يجلسون ويتحدثون يعني ذلك الأماكن السياحية العوائل من الزورها الجهال يروحون يلعبون يرقضون والكبار الأولياء الأمور يقعدون ويتحدثون but they are not lovely when they are covered with old cans bottles plastic bags and food شو هنا أنا شو تقول هذه الأماكن حلوة لما الطفل يروح يلعب و الكبار السن يقعدون ويتحدثون لكنها ليست أماكن لطيفة عندما تكون مغطاة بال old cans هاي كلش مهمة العلب القديمة bottles البطالة plastic bags الكاس البلاستيكية and food والطعام أو بقايا الطعام and they are not safe هذه الأشياء ليست آمنة يعني أنت لبن تشمر البطل البطل قزاز واحتمال ينكسر واحتمال يعور إلى أطفال لما يلعبون وكذلك البقايا الطعام تسبب منظر موحلو إلى آخرهم they are very dangerous أنها خطيرة جدا why don't people think of others and take their rubbish home يقول هنا أنا تسأل سؤال يقول ليش الناس ما تفكر بالناس الآخرين بالآخرين and take their rubbish home ويأخذون مهملاتهم للبيت معهم it makes me very angry هذا الشيء يجعلني غاضبة جدا سعيد عبدالله has 4 children سعيد عبدالله عند أربع أطفال the whole family took part he said قال كل العائلة شاركت بهذه الحملة even little Mona حتى هذه مونة الصغيرة she's only 4 عمرها أربع سنوات but she wasn't picking up the letter just like the rest of us لكنها لم تكن تلتقط هذه المهملات مثلنا I think education is important أعتقد بأن التعليم مهم we should teach our children from an early age يجب أن نعلم أطفالنا من عمر صغير جدا to keep our country clean أن يحافظوا أو يبقوا على مظافة بلدنا هسا بعد ما قرأنا المقطع النصي يسئلك إليك يقول لك هذا المقال شنو الأنوان المناسب إليه المهملات low the big clean up تنظيف الكبير low lots of people go out picking up letter العديد من الناس ذهبوا لالتقاط المهملات طبعا ثلاثة تحسوهن عنوان مناسبة لكن أكثر عنوان مناسبة هو الأنوان الثالث الكثير من الناس ذهبوا لالتقاط المهملات لاحظوا هنا العنوان لا فعل مساعد لا حرف جار لا أداة تنكير لا أداة تعريف لا أي شيء مثل ما تعودنا عن الموضوع الذي أخذناه عن تحويل الجمل العادية إلى جمل عنوان عنوان صحب هذه القطعة قبل أن أنتقل لأسئلة مالتها بعض الأساتذة يعتبرها كقطعة مطلوبة إذا طلبها من أدكم الإستاذ فالأسئلة مالتها موجودة بأسفلها يقول لي now read the report again and answer the questions اقرأ المقال وأجب على الأسئلة إذا طلبها من أدكم الإستاذ حالوا تحفظون الإجابة راح نطلعها وإذا ما طلبها من أدكم فهاي تعتبر فقط قطعة للقراءة لسي شيء يقول لي When did people help to clean up litter متى ساعد الناس على تنظيف المهملات ذكرنا بالقطعة أنهم اختاروا وقت أن يكونون في وقت فراغهم في وقت فراغهم في وقت فراغهم يذهبون يذهبون لينظف المهملات In which two places did university students work في أي الأماكن يعمل الطلاب الجامعيون احنا اتفقنا أن كل مكان أو كل شارع أو كل مكان يجب أن ينظفوه خلوا بي مجموعة طلاب الجامعيين شنو اللي نظفوه بالضبط أو يا مكان ذهبوه street some parks المتنزهات والشوارع هو المكان اللي ذهبوه طلاب الجامعيين Where did the school children work زين الطلاب المدرسة شنو اللي اشتغلوه أو شنو المكان نظفوه قلنا نظفوه أماكن المنزهات How did Jamila describe these places كيف وصفت جميلة هذه الأماكن ذكرنا أنه جميلة ببدايقات هذه أماكن جميلة لطيفة لو كانت آمنة لكنها مغطاة بالعلب القديمة والأكياس البلاستيكية والطعام أو بقايا الطعام فهي تعتبر خطيرة خطيرة على الأولاد What makes them dangerous ما الذي يجعل هذه الأماكن خطيرة قلنا بها الكثير من العلب القديمة litter المهملات ربش الزبالة العلب القديمة bottles البطالة بلاستيك باك بلاستيك باك بلاستيكية إلى آخرين think of one reason why litter can be dangerous to children يقول لك انطيني سبب واحد أنت برأيك هذا السبب كوني يوضح ليش هذه المهملات خطيرة على الأطفال مثلا أنا طيعت المثال it can cut and hurt the children من الممكن أن تجرح أو تؤذي الأطفال يعني مثلا البطالة it can be broken من الممكن أن تكون نكسورة وبالتالي the children can use them to cut themselves الأطفال يستخدموها ليجرحوا أنفسهم who might be the youngest worker من هو أصغر عامل عمل بهذا المقال ذكرنا بنهاية القطعة أنك ابنية اسمها منا عمرها أربع سنوات كذلك ساهمت بهذه الحملة إذن منا four years old what is your opinion of what سعيد عبد الله ما هو رأيك بما قاله سعيد عبد الله شو أنت برأيك هذا تعتمد على رأي الطالب أنت برأيك بالنسبة لهذه الحملة بهذا الكلام كله شون رأيك به مثلا نقول له I agree أنا أتفق we should keep streets and parks clean يجب أن نحافظ على شوارعنا ومتنزهاتنا ونبقيها آمنة أو نبقيها نظيفة هذا ما يخص إلى أسئلة المتعلقة بالقطعة مثل ما وضحنا أن الإستاذ إذا طلب من أعتكم هذه القطعة فهذه الأسئلة للحفظ أما إذا ما طلب من أعتكم فتعتبر فقط كنشاط للقراءة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا أخذنا موضوع مهم جدا موضوع يعتبر موضوع قواعدي ينطينا جملة ويطلب من عندنا أن يحولها إلى أنوان جريدة أو مجلة أخذنا الملاحظات المتعلقة بها شو أن تجينا بالامتحان شو أن نقدر نجاوب عنها حلنا تمارين متعلقة بها وأخذنا قطعة وقلنا أن هذه القطعة من الممكن أن يطلبها من أعتكم كقطعة مطلوبة أو من الممكن أن يعتبرها فقط كنشاط للقراءة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون أن تقدموها تقدمون تواصلوني على حسابات المجدس في الفيديو في الوصف شكرا لعم ويجبا شكرا موسيقى